أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجع يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الإنسان من مارج من مار خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار ولقل الإنسان من صلص الميزان خلق الإنسان من صلصال كالفخار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آذاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللو والمرجان يخرج منهم اللو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجوار المنشآت في البحر كالأرلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان وله الدواري ملشآت في البحر كلا الله نفع بأي آماء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجب ربك ذو الجلال والكرم فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معش والجن والإنس إن سطعتم أن تنفذوا منه من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسرطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من لاي ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان من انفذر إلا يسأل على سوب عن من به انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون في سماهم فيأخذوا من نواصي والأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان المترجم للقناة 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 المترجم للقناة